نسبة مشاركة متدنية بلغت نحو 30% في الانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت السبت نسبة رآها الرئيس عبد المجيد تبون لا تحمل قدراً من الأهمية بقدر ما ستفرزه هذه الانتخابات من تشكيل للبرلمان وكذلك الحكومة القادمة شعبياً فإن الجزائريين الذين يواصلون حراكاً سلمياً أجبر الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليق على التنحي كانوا يأملون أن تكون الانتخابات وسيلة لاختيار المسؤولين في المؤسسات السياسية وأن تتشكل سلطة تشريعية ورقابية توازن سلطة الجهاز التنفيذي في الدولة إلا أن الواقع ربما لم يعكس الصورة التي أرادها الجزائريون فآثر نحو سبعين بالمئة منهم مقاطعة التصويت وعدم المشاركة في عملية يراها النظام الحاكم بحسب مراقبين مجرد وسيلة لتزكية من تختارهم السلطة لتمثيل الشعب لديها وبالنظر إلى أن الانتخابات التشريعية هي الاستحقاق التصويتي الثالث منذ تنحى بوتفليقة وأن الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور قد شهد كذلك مقاطعة شعبية واسعة بلغت نسبتها نحو سبعة وسبعين بالمئة ممن لهم حق التصويت في الاستفتاء على الدستور فإن الشعب الجزائري يعلن بذلك عدم رضاه عن السياقات التي تجري بها الأمور في البلاد منذ تنحيب تفليقة عن السلطة وبحسب محللين فإن المشهد الانتخابي في الجزائر يؤكد أن السلطة والشعب على السواء لديهما قناعة بأن الوضع في البلاد لم يتغير وإن تغيرت المسميات وأن غياب بوتفليقة عن المشهد السياسي لا يعني نجاح الحراك الشعبي في تحقيق أهدافه التي تضمنت إعادة السلطة إلى الشعب من أجل بناء جزائر جديدة على أسس من العدل والحرية وإبعاد الفاسدين عن مقاعد الحكم